السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام كل اللي بيسمعني اه معكم الاستاذ صفا من قناة اه يوتيوب. اللي بيسمعني الاول مرة اعجب الفيديو. ما ينساش يشترك وفعل القرص. حب اعرفكم ان في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة. وفي قناة ثالثة ايضا اسمها يوتيوب ملكة التعبير. اه اتمنى منكم الاشتراك في هذه القنوات دعما لنا وتحفيزا لنا كي نستمر في نشر المزيد ان شاء الله. اه موجودة هذه القنوات افتح هذه القناة اسفل الفيديوهات ميزة اتجدوها في الصفحة الرئيسية. اليوم متعبير عن موقف حدث معي او تعبير عن موقف اصر في حياتي. انا كتبته بكذا طريقة عندي بثلاث طرق. اه طريقة الاولى. اه وفيه اندي طريقة اخرى. والطريقة الثالثة. اه نقرأ اه واحد 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 كده نقرأه. اه الاول قصير. تمر علينا في حياتنا مواقف اه ومواقف. بعضها يفرحنا وبعضها يحزننا واكثرها نفعا لنا. تلك التي تلامس 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 اه ابصارنا واسمعنا. دي كده المقدمة. تلس سطور. اترك بياد تبدأ اي موضوع تعبير. اترك بياد مسافة كلمة. العرض هنا اترك بياد مسافة كلمة. هتكلم عن الموقف الذي اثر في حياتي. كم شاهدت في حياتي مواقف كان لها الاثر الكبير. وافكر منها موقف حدث في حياتي عندما رسبت في المدرسة. فقد كنت لا استمع الى نصائح الوالدين. ولا اذاكر دروسي اولا باول. اولا باول. واهمل واجباتي. وعندما جاءت الاختبارات. رسبت في المواد فقد كانت لحظة. فقد كانت لحظة سيئة. عندما شاهدت الضراجات. وبعد ذلك بدأت في الاهتمام في الدروس والمذاكرة للاختبارات بشكل جيد. الخاتمة هنا اترك بياد. هذا الامر غير حياتي للافضل. والان اه والان اني الافضل في المدرسة والجميع يأخذونني او يأخذوني والجميع يأخذوني قدوة لهم. اضع نقطة. تعبير يبدأ ببياد. ينتهي بنقطة. ده الموقف. تعبير الاول موقف اثرة في حياتي. يعني التعبير او بتكلم عن عندما كنت اه يعني صغيرا او في مرحلة معينة رسبت في المدرسة. اه بسبب اهمالي لواجباتي وعدم مذاكرة للدروس. وكمان اه ترك اه الدروس. ثم بعد ذلك تعلمت من الدرس فاهتميته بالدروس والمذاكرة والمذاكرة عفوا وللاختبارات بشكل جيد. والخاتمة هنا اه تغيير اه اثر ذلك او اثر ذلك في حياتك انه اه غير حياتي الافضل. والان انا في المدرسة اه اصبحت قدوة لباقي التلاميذ وقدوة للجميع. ده الموضوع الاول. اه الموضوع الثاني. الايام المميزة في حياتنا تظل موجودة في اه في ذاكرتنا ولا نستطيع نسيانها. فمهما مر من الزمن لمحة بساطة عن الموضوع. العرض اطرق بيض مثل المقدمة. كنت في المرحلة الابتدائية. اخبرنا معلم الفصل ان هناك رحلة رائعة. سوف نذهب فيها لمشاهدة الاثار الجميلة. والمناظر الخلابة في بلادنا. واخبرنا المعلم انه لابد من الحضور الساعة السابعة صباحا للذهب معهم. ولكن نمت في هذا اليوم. بعد تحضير كل شيء. انا سعيد جدا. وفي الصباح وجدت اني متأخر وبدأت دقات قلبي تزيد. وارتديت ملابسي بسرعة. وذهبت الى المدرسة ووجدت زملائي يرقبون الاوتوبيس الخاصة بالرحلة. ممكن بدل هنا الاوتوبيس هنا نقول هنا ايه? الحافلة. الحافلة او الاوتوبيس. هي اللغة العربية الحافلة الخاصة بالرحلة. فركضت مسرعا. وقال لي المعلم لو انك تأخرت بضع دقائق لما لحقت بنا. ابتسمت وذهبت معهم. ولقد كانت الرحلة مشوقة ورائعة جدا. شاهدت اشياء لمشاهدة من قبل. اكتشفت معالم اثرية تحتوي على كنوز عظيم. وكما استبتعت بالرحلة مع اصدقائي ضحقنا ولا عبنا. والتقدنا بعض الصور. خاتمي نطرق بيات. استفدت كثيرا بهذه الرحلة. كما كنت سعيدا محظوظا لاني ذهبت الى هذه الرحلة. ولن انسى هذا اليوم ابدا. ده الموضوع الثاني. حدث اثر في نفسك او موقف اثر في نفسك. بطريقة اخرى تختاروا اللي تعجبكم. وكمان يعني ممكن تضيفوا افكار او تأخذوا وتكملوا انتم. في عندنا الطريقة الثالثة. ده عن انت رحلة واستفدت من الرحلة. في طريقة اخرى ايضا. ذات يوم حدث لي مع اخي موقفا وطرق في حياتي اثر طيبا وطبع شخصيتي. وهو عندما تشاجر اخي مع صديق له في القسم. القسم في بلاد يعني بدل القسم بتكتب الفصل. يعني ممكن معنى اخر القسم او الفصل. مع صديقا لو في الفصل او في القسم. الحسب بلدك يعني انت لو بلدك بتقول القسم بتكتب القسم. لو بلدك بتقول الفصل تكتب الفصل. العرب علمت امي ان اخي كان مخطئ في حق صديقه. فقامت امي بدرب اخي وعقبته عقابا شديدا وجعلته يعتزل لصديقه. ولم تقف بجواريه. وهذا الدرس علمني ان اكون بجانب الحق. حتى وان كان هذا عكس عاطفتي. وسيغضب الاشخاص الاخرباء مني. اه لان عندما تدعم الباطل فانت تعزز هذه الصفات السلبية عند الشخص. مما يجعله في حال اسوأ فيما بعد. فيصبح اكثر ادوانية وهمجية. اه الخاتمة هنا اطلب بيض نسافة كلمة. هذه الحادثة ستظل في مخيلتي ولن انساها ابدا. دي الطريقة الثالثة. رب اه تعجبكم طريقة اه منهم. وتأخذوها وتأخذوا عليها درجة جيدة. لا تنسوا علمات ترقيم. اه بيات في بداية المقدمة. بيات في بداية العرض. بيات في بداية الخاتمة. مقدمة عرض وخاتمة. اي موضوع تعبير مقدمة عرض وخاتمة. علمات ترقيم الفاصلات بين الجملة والاخرى فاصلة وفاصلة المنقوطة ايضا. والنقطة في نهاية المقدمة. نقطة في نهاية العرض. نقطة نهاية الخاتمة. اشكركم على حزن استماعيكم. واترككم في رعاية الله. كانت معكم الاساة وصفاء. اه من قناة ايتيوك. اه اراكم في الفيديوهات القادمة. مع السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومن تهلوا للقناة. دمتم في رعاية الله.